موسيقى حيكم مرة جديدة وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج هذه للريادة من شارتي تيفي وصوت المحبة البرنامج يلي حلقة بعد حلقة عم يستضيف شباب وخبراء لنقدر نستفيد من تجربة الكل بأعمار مختلفة بخطاعات مختلفة باستنتاجات مختلفة هدفها واحد دايما هو رسالة البرنامج كيف نساعد شبابنا انهم ينطلقوا بطريقة تأمن لهم مستقبلهم تأمن لهم طموحاتهم ودايما يكون عندهم رسالتهم بالحياة اليوم معنا الاستاذ نيكولاس صفير اللي هو مدرب حياة صاحب خبرة كتير طويلة بعالم الشركات كما بتدريب الكفاءات بمجالات مختلفة درب لوزارات درب لمؤسسات دولية ودرب لشركات وأفراد نيكولاس مرحبا أهلا وسهلا فيك بحب تقدم لي حالك من زاوية رسالتك بهالدنيا نيكولاس مثل ما كل باي يعني بي عنده رسالته بالحياة بتبلش بتنطلق من جواته بيحط رسالة نحنا كنا عيشين بارات لبنان بنا نجي على لبنان أولادي بدون يتعودوا ينخلطوا بمجتمع يختلطي آيبا أكيدا ما فينا ضغري هيكي كبس حطيت رسالة خاصة على لي أنه أول شي قدر كل شي معي وقدر أنه أولادي يكونوا جاهزين ينطلقوا بمجتمع جديد عشنا تعريبا 16 سنة بارات لبنان آآ أولادي أنا قدرتك بلشت الكوتشينج من أولادك هيك أم تقول لي مظبوط نعم بلشت لأنه هي تنطلق أخذت خبرة مثل ما تعلمت خبرة بره بالحياة درست كيف طرق الكوتشينج لأنه الكوتشينج هو كمان اختبار زيتي أكتر وكيف أنك توصل للرسالة آآ بلشت التطبيق الفعلي معهم يعني بهذه الأمور مع أنه كانت موجودة هالوزنة عندي أنا وزنة الكوتشينج أنه أنا بقدر وصل الرسالة بلشتها من شبابي أنا مع الكشاف مع التعليم الخصوصي صرت أشتغل بهذه الأمور أنت كشاف أساسا مظبوط آآ طلقت وبلشت تشوف للمجتمع هلا أنا عندي يعني أنا عنصر بمجتمع والأنصر ببلش بطور بزيته لحتى يقدر يوصل الأمور لأشياء تانية آآ بلشت الأمور هاني أنا كيف عندي ثلاث تلاث أولاد أعمار مختلفة بنتي كبيرة 13 سنة بدأت يجي على مجتمع جديد يعني عايش 13 سنة بمجتمع مختلف قريب لهون بس في سقيف كتيري بلد عربي بلد عربي نعم وبنتي الوسطانية 8 سنين وابني الصغير 6 سنين يعني بقى أكيدي كل واحد بدأتعطها معه على طريقته هو لقدر وصله للأمور بلشت بي نطاق آآ اديق طبع أولادي اللي بدون ينخلطوا فيه من المدرسة من محيط الضيعة من محيط الأمور هايدي وفهموا البي نفس الوقت كيف بدنا نعمل منسميها بالإنجليزي الادابتبليتي اللي هي إذا بتساعدني فيها التعقلم التعقلم مع المحيط يعني ما يكون أكيدي الشخص الكبير كان تعقلم أصعب من صغير على حسب المنطق والأمور هانكي يبدأ إيسا لك السؤال طبع يا ترى واجهت مشكلة بين بينهم بصفتهم من أعمار مختلفة أكيدي واجهت مشكلة بصفتك باي بإنك توصل هال هال ال ال لأوليدك مظبوط أنا هالسؤالين بهموني كتير مظبوط أول نقطة بأول شيء أكيدي يعني بنت الأربع عشر سنة تلتعشر سنة أربع عشر سنة كونت صباح تعورت على محيط معين أفراد معينين أشخاص معينين صار الإدراك عنده أعلى ما بقدر بقدر اشتغل بنفس الطريقة اللي أبني عمره ست سنين ياللي بهمه أهم الشيء بالحياة اللعب وهالأمور هايدي يعني بنتي الكبيرة كونت صداقات أبني اللي صغير كون معارف وبيلعب كونت صداقات بمعنى كمان كونت مفاهيم عن حالة مظبوط عن شو بدأت تعمل بالدني صار أصعب هلما فيهن مظبوط إنه تغير ليهن مظبوط كانت صعبة بس ما كانت مستحيلة لأنا صرت أمشي بأمور تدريجية معها يعني أكيدة مش بنفس الزخمة اللي مشيت فيه مع الصبي الصغير إذا جينا نحط نحن عليه مئة عشرة مظبوط لنيكولاس مع أوليده دي بتعطي حالة كعشرة آآ متل ما هني بيقولولي تسع تسع عشرة ما هني شخصيا بيقولولي تسع ما بتعتبر تسع عشرة كتير عالي آآ عملك متل ما هني بيقولولي عفوا لعلاقة الأجيال ببعضها الجيل الجديد المتمرد مظبوط الجيل اللي بيرفض الأهل مظبوط اللي بيدبر إنه أفكار الأهل هي أفكار قديمة مظبوط بتعت تسع عشرة هني حبينك زيادة مظبوط آآ لأ مش قصة حبيني زيادة مش هنيك شو بدنا فيهم بدنا أنت شو تشو لأنه عاشوها مقلت لك أنا ما بقدر بشرح تأقلم إذا أنا مش متأقلم آآ يعني أنا ما بقدر كون بعقلية قديمة وبدي أتأقلم بعقلية جديدة بدي أعمل التوازن التوازن والليونة آآ يعني كنت إجي بفكر الولد اللي قدامي بنتي بس في عندي مفاهيم راس خسابتي ثبتت بها حياتي قالت الله على كبر كل ما بتكبره منوسع الإطار منوسع الإطار طيب نيكولاس اشتغلت على الأولاد شو بيحبه وولع أنت شو بتحب اللون أنا واحد من الأمور يلي كنت أكتر شي قول أنه مش غيري شو بيحب بدي أنا شو بحب لحتى قدر إنجحه أنت هدي مرقت معك بحياتك قبل ما نوصل للولي مزبوط يعني أنت بحياتك كان عندك المثل يلي بيقول أنا نجحت مطرح الحبيت حالي مزبوط فيك تحكي شوية عن الموضوع بحكي بشغلي عشت أنا كواتجيت عم بدرس بتعرف بجاو أنه صيدلي ودكتور وهالأمور كلتا صور راحت درست صيدلي شغل الصيدلي ما قدرت أكملته لأسباب خاصة يسميها كان حرب كان حرب وكان أول مننا طالعين من الحرب وكان في عندي ارتباط مع خاتم مثل ما كل شاب عمره 22 سنة بده يعمل استقبل لأله يعني بلشت عيشة بهيدي اللحظة أنه أنا درست صيدلي ليش ماشي بحب يمكن كانوا أهلي بيشوفون والله هيدا عبير الصيدلي وأنا كذا أنا بيناتنا كان حلم يكون بالزراع لأنه بحب الأرض وعندي تعلق شوي بالطريقة لأنه كونت الكوتشنج فكرة الكوتشنج من الطبيعة اللي كنت عيشة بهديك اللي هي حسيت أنه إذا أنا بدي أفرد عوليدي شو بحب يعني أنا عم بفرد فكرتي وفكرتي هلأ بتمشي وأنتي أكل الدرس من أهلك مظبوط يعني متعلم الدرس بطريقة إلت بدي أتجنبها وفي عنا طريقتين للتعلم وأنا بشتغل فيها مع أولادي فيني يقول أنا بدي أكون مثل هيدا ماسميه التعلم بالاقتراب أو بنشتغل بالفيزيكس يلي بالفيزيا عندك التنافر بحط موديل ما بدي أكون مثله وبيشتغل عليه بقول أنا بدي أتجنب كون هيك وهوني الفكرة أنا تركت له وإذا شو بتحب أنت شو بتحب أنا بنصح بعطي توجهات أو ساتة بقللن أنتو بتنطلقوا بهايد الأمور إنتي لما ما حبيت الصيدل كيف عملت هالأدابتاشن يعني شو عدم حبك للصيدلين وأنك درس الصيدلين شو وين وديك ودينا اللي بلش أكتشف ذاتي وهي بلشت بانطلاقة اكتشاف الذات أنه أنا شو بدي وشو هدفي هدفي متل ما كل شاب يأسس يأسس بس مش بس أنه يأسس يأسس ويبني حجار حجر الزاوية قويته بهيدي النقطة حتات أيام ومبادئ أساسية لحالي وانطلقها بلش يمشي فيها بهيدي وين أخدتك أخدتني على شغل أخدتني على شغل أتفضل حسيت أنا هوني هالشغل العم بشتغله هو شغل اسمه شغل بلشت شوف غيري طب ما هيدا وصل لهون في عنده طرق وصل اشتغلت موظف بيعني مثل نسميه كرو بأحدى سلسة مطاعم عالمية بلشت فيها على مستوى الأصير يعني أو الأساسي صرت حط حط بالحالي أنا بقدر طور صرت شوف شو عندي نقص تقدر طوره ما كنت روح حبيت حالك هونيك حسيت حالي حبيت حالك حبيت أنه عم بقدر أعمل شي حبيت أني عم بقدر أعمل شي يعني بعدين قلت في لا محدودية بالعلم وأنا يمكن تعلمتها بالمدرسي تقنيات وكسس وهدي حفظ وصلت لمرحلة أنا خلص صرت بإنسان بالحياة صرت إيس وزنيتي متل ما بقولوا أوكي أنا شاطر بهاك طيب أنا طاقصها للمرتبة التانية في عندي شغلي بدي طورها ما جيت قلت أنه لا والله هاي الشغلة الصغيرة بدي أشتغلها وعم بلش فكر كيف بدي فل لأنه إذا بدي أمشي بقصة الوزنات ما هدا المعاش اللي عم بيعطيني إيه منه كافي طب أنا قلت إذا بدي علي المعاش بدي علي وزناته بدي أخذ اتنين وطورهم حلو صرت شوف شو عندي نقص إيجي لعند المدير ما قل له أي ما تا بدك ترقيني قل له شو بدي أعمل حتى أقدر أخذ المركز التاني ويطور بحالك لحتى يقدر أوصل للمركز التاني يعني هلا أكيدة فيه إيه فيك تجي تبس لي إيدي أنا مش هيجي تبس لي إيدي ولأ قلت له أنا شو ما قصني تطور بحالي لحتى أوصل للمركز التاني صار إيلي بدك تعمل هيك وتعمل هيك وتعمل هيك صار يحدد لي هالتحديدة أنا أقول أوكي هيني هيدي بعرفها هيدي ما بعرفها بتعلمها بلشت أعمل تقييم ذاتي وكنت بعض الأحيان ما كون لا قاسي على نفسي اللي عم بجلد حالي ولا إني عم فخم بحالي وأتكبر لأنه هوني وقتها وصلتني على التكبر بحالي أنا بعرفها وبدأ أمشي فيها وصلت لمرحلة إيه في تقنية قلت أنا إيه هي بعرفها تعلمت من الغلط منها وقتها نتيجتها طلعت سائعة قلت أوكي هيدي هلأ بلس حطيته وبلشت هوني الفكرة أعمل كوتشينج لنفسي وقتها شفت حالي أنا عم بقدر أعمل كوتشينج لزيتي ساعتها ببلش أنطلق لبرة بتايد نحنا كلنا بنعرف أنه هي الانطلق من الزيت بيبلش أقوى انطلق وأقوى يعني أقوى لأنه جربتوا على نفسك مظبوط قبل ما تجربوا على الآخرين مظبوط جربتوا على نفسك أيها الطبيب إيش في نفسك بلشت من هيدي نقطة لأ أنت بتعرفي عنا ببعض المطارح نقط بنتعلمها بالأمور الروحية الأمور الروحية بلشت أشتغلها طب أنا بقدر أنطلق وفيه كلام سمعته من معلم أعلى قال لي إيه هنا هو دي طب أنا بلشت حطهم بالحيات ما بدي بس روحية خليني حطهم بالحيات خيام روحية تحطها بالحيات مظبوط بل حتى قدرت ماشى لأنه كلنا هيتنا بنعرف أنه على الأرض هي أمور أرضية بس مستقعت من مصدرة مصدرة روحية صحيح بلشت أشتغل على هيدا الأمور يعني ما تخلت شي رسالة جميعا مظبوط حطيت الرسالة لحالي هوني بلشت أنطلق رسالة لأنه أنا عندي هالثلاث وزنيات الصغار قال لي هنه ثلاثة أولاد طب أنا إذا بدي ضلني أنا اهتم فيهم أنا رح أكبر بعدها أنا رحت كيف رح يقدر ينطلقوا إذا بدي ضل حالي مسؤول عنهم مش إني مسؤولين عن نفسهم مظبوط بلشت أنطلق هوني بلشت الكوتشينج معي لصدفي إجيني صديق قال لي أنه أنا في عندي هالمشكلة بدي لأقدر أشتغل بشركة بس ما عم بحس حالي عم بقدر أعمل آآ تعقلهم بالجو قال لي تعا صرنا نقعد بالكوفي شوب ونبعد بترست الجمعة لأنه كانت بال بره برات لبنين آآ يروحوا بيسموها مدرسة الأحد آآ روح ولدي وقعد أنا بكوفي شوب آآ أعطي هالأفكار بعد فترة الشخص صار يقول لي شكرا آآ هالأهوي بيسميه نصايح أنا ما كنت عم بتعطي نصايح أنا كنت عم ضويله على أمور موجودة عنده صحيح بلشت تساعده لحتى يكتشف ذلك ممكن لأنه صديقك قدرت تتفاعل معه بسرع أكتر وبنجح مصبوط مصبوط صح هوني أنا وستلي فكرة أنا أنا صديقي أفهمته فهمني بلشت حولها لأحتراف الكوتشينج باحتراف الكوتشينج صرت أنا أقعد مع هالشخص أفهمه أخلق صداقة أناوية لحتى بلشتطور هالأو أنت كأنك عم تقلي هون أنه أنت ما بتقدر تعمل كوتشينج ناجح بدون ما تحب اللي قبيلك بدون ما تحب الهدف يلي حاطه مع الشخص اللي قدامه الهدف مختلف أكيده هو الحب أساسي بكل شيء يعني ما فينا نعملها بعواطف مجردي عواطف مجردي بصير ما اسمه كوتشينج اسمه ماناجينج أنا الكوتشينج هي عليها شرحوا الفرق الماناجينج أنا بدي رسالة أو بدي مردود مالي بس أما لأ إذا في رسالة مربوطة فيها بدي هالشخص يتطور مع مردود مالي هلا أكيده المردود المالي هو مثل ما بقوله واحد من الأمور يلي بيحطى الإنسان أهداف دحيته لحطي يستمر ببعض الأمور نعم خليني تطورها إذا أنا عندي شجرة تفاح شجرة بقى بس اهتميت فيها شوي جبت أحلى بزري فيها باحت درست زراعة طيب ما بدا أعتناء وبدأ اهتمام وبدأ 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 خلقتلي رح تعطيني مردود أكتر من أني بس أنا حطها بها الأرض وأسقية صحيح خلقت علاقة حب أنا ويها مزبوط والأرض بتخلق أكيد علاقة حب مزبوط أكيد فقا بهيد الأمور جوابا على سؤالك اللي قلته إنه ما بقدر إنجح بالكوتشنج إلا إذا كان في علاقة حب مع هالشخص أنا أنا بدي يوصال متل ما بلشت مع أولادي أنا لما ما حبتي لأولادي ما كنت قدرت أعمل كوتشنج ورجعت إنه تنقلتها سبريت لأولادك كمان مزبوط أنت يمكن حظك كان منيح رحت على سلسة مطاعم دولية عم ما عرف عاي السلاسل فيها ستاندرد قوي مزبوط وفيها تطوير للموظف لو كان شو ما كان عم يشتغل مزبوط ما بتحبوه عم تضطر تشتغل تحت ستاندرد مزبوط طيب هالشباب اللي عم بيروحوا يشتغلوا اليوم شو ما كان مزبوط بس لا يشتغلو مزبوط طيب كيف بدون يلاقيوا البيئة ليتوروا حالهم فيها آآ بلشت اللي انت قلتلي شغلي مزبوط قلتلي لو قلي بسلي إيدي لرقيك ما بسلوا إيدو مزبوط ترى شبابنا اليوم عم نحطوا قدام هالخيارات المرة هايدي يضطروا يخضعوا عن الأشياء الحلوه الي جويتهم بس لا مجرد انه يشتغلو اذا اكتشفوا الأوه الزيتية اللي عندهم هنى آآ يعني يحط نسميهن قيم أساسيه قيم أساسيه هلا القيم درجات في واحدة جوهرية منسميه جوهرية هايدي جوهرية يلي هي بقعتد مفهوم عالمي بس كل شخص بيبقى بيحدد قيم أولوية لقلو نقطة أنا اشتغلت بشركة انترناشنال بشركة سلسلة مطاعم عالمية وسلسلة عالمية وفي عندها ستاندرد طيب في أشخاص ما قدرت تتأقلمت بها الشركة عيشت اتعايشت طيب لأن إحنا ما بنحكي العكس مظبوط أنا هلأ بدي إيجي شركات تحت ستاندرد أنا هلأ بدي إيجي على هيدا النقطة التانية خليني أقلب الموضوع بالجهات التانية أنا لو رحت على شركة ما فيا ستاندرد بس بلش من جوه أنا شو بدي حصات عندي شو عندي نقصت تأقلم أنا رحت عبلد بعيد في عندي فترة تأقلم ما بقيت كل شوي قاعد قول أنا لو كنت بلبنان وأنا لو كنت بلبنان كنت هلأ مرتاح خلقتلي جو التأقلم تأقلمت بهيدا الوضع بهيدا المطرح بهيدا الظرف بهيدا المدخوليش لأنه عارف شو حاطت هدف بحياتي هلأ كل إنسان عنده هدف يعني عم تقول بنقبل أي مدخول بقدر أوصل بس على شرط أني أنا يكون هيدا جزء من خطة طويلة مظبوط بدي أعمل أهدافي فيها ما بدي أقبل هالمدخول اللي أصير أنا خانع وقاضع مظبوط بقدر إخدها هي كعلم بقدر إخدها كعلم نعم يعني أنا تعلمت في عندي بعض الأفراد أجل شخص طريبا كان يشتغل بشغلي بسبب الظروف طارد يترك من شي سنة ونص سنة ونص بلا شغل هالسنة ونص بلا شغل خلقتله نوع من أنه أي شي بدي أشتغل أجده فرصة لما ترح يروح يشتغل حط توقعات عالية توقعات العالية أزته ما خلقتله هالليوني مع أنه أنا يمكن هلأ عم بعيش الظروف نفسها ما قدر ينجح هالي عم جربته ما قدر يكمل ما قدر يوصل ما قدر ينجح ما قدر يمشي أنا ما بدي حطها بنطاء النجاح حطها ما قدرت أقلم ما عارف أخذ القرار الصح بلاحظتها ما عارف يعني يحل مشكلة معينة هاو دي لثلاث عوامل هلأ إذا منطورهم أتأكلهم أخذ القرار حل المشكلة حل المشكلة اللي هي الخاصة بدي أنا أختم حديث معك ما بدي خلاص ما شاء الله خبرتك واسعة تطبقها على حيلك عائلتك قبل ما تطبقها على الناس هيدا هو الكوكشين بدي أختم معك بالنظرة بعيدة لأمد عندي ديئة ختم لي فيها شو أهميت أني أنا وقعد اليوم يكون عم جرب تلمس أنا لوين رايح هلأ ظرف استراتيجي بدك تحطى صورة بس الخريطة بدنا تمشي خطوي خطوي نعم إذا تلقي الطريق مسكرة زيح شوية على الطريق بس خلي هدفك ماشي ظرف هلأ بدي بدي يعيش بدي تعيش الظرف شباب اللبناني اليوم ظرف كتير صعب كيف بدون يشوفوا المستقبل هني وعاشين الظرف الصعب يحطى صورية ويعيش اللي مسميها حب البقاء حب البقاء ويلي هي غريزة طبيعية بالإنسان مسميها الفايت أو فلايت أنا بدي عيشة هلأ بدي أتأقلم في حداً عطاني مثل قال لي تفاحة وسجارة بتعيشني أنا هيك يبدي بس هلأ هلأ الشاب مش شرط التفاحة والسجارة شرط هلأ يقدر يقول أنا شو بدي يضلني لحتى ضلني أعيش منشي نقدر بعدين يقدر انطلق بهايدي الأمور والظروف ما بتضلها متل ما هي دايماً الظروف تتغير بدي يتغير الشخص معها بس هدفه بيضلوا حطه هو زيته ميسيو صفير مدرب حياة وشخص صاحب خبرة طويدي لبنان وبرى لبنان بتمنى يكون شبابنا اليوم سمعونا استفادوا من هال إذا بدك ما بسميها نصايح أنا بسميها متل إرشاد توجيه بشكرك وقالله يقويك وخليك فوق راس عائلتك شكراً لك شكراً لك شكراً لك شكراً لك شهادة للريادة تشاريتي تيفي وصوت المحبة بهالجزق هيدا راح نحكي عن هارفورد بيزنس ريفيو كمصدر لعلمكن لمعلوماتكن لتطويركن للأفراد للشباب اللي بأول طلعتهم للناس اللي صار إلهم عاملين جزء كبير من كارييرهم وكمان لمتخذي القرارات بالشركات هارفورد بيزنس ريفيو اليوم تطورت كتير وصارت زراع دراسات مقالات بتطوير الزيت وتطوير الأعمال ودراسة الظواهر الإدارية الحديثة طبعاً بالاستناد للقواعد يلي أرساها علم الإدارة العريق وعلم الخيادة واللي بتستند أيضاً لروابط مع مجموعة واسعة من العلوم الاجتماعية العلوم النفسية ونتائج الإحصاءات العلمية لذلك هذه منصة فيها عم يشرف عليها عم بيساهم بكتاباتها أفضل العقول الإدارية في العالم واليوم الشيء المليح أنه هالمنصة أيضاً صارت بتوفر مواد كتير باللغة العربية لهيك اليوم هي بتعتبر منصة هارفورد بيزنس ريفيو أفضل منصة حديثة ومدعومة من مرجعية علمية أمريكية دولية لتبسيط العلم للقراء ورجال الأعمال والطلاب والريادية حب هون أنا أني أقول أنه اليوم بسبب وجوده باللغة العربية هارفورد بيزنس ريفيو بلشت تاخد شعبية واسعة بالعالم العربي من وراء المواضية اللي عم تطرحها واللي هي عم بتجاوب على مشاكل يومية عم بيواجهها عالم الإدارة وعم بيواجهها تطوير الشباب وتطوير الخبرات لأنه كمان عم تستند لأراء باحثين كما مدراء تنفيذيين بأعظم شركات العالم هي مطرح لنتعلم من الناس عم بيخودوا العالم اليوم بالصناعة بالتجارة بالمال بالصحة وبكل أشكال التبادل يلي أصبحت معاقدة جدا بعالم اليوم في المتوفرة اليوم هارفورد بيزنس ريفيو عبر منصة اسمها مجرة وهالمنصة هايدي بتأمن كل هالمواد وبتسمح بناء المباحث الإدارة لعدد كبير من الخراء بالعالم العربي متوفرة اليوم مقالات HBR عبر تخانية بودكاست للمقالات المقرؤة واللي يمكن تسمح لنا بسهولة الاستماع المباشر إذا كنا بعجلة السير أو ناطرين بالطبور مثل هالأيام بالمشاكل اللي عم نواجهها بانخطاع أشياء كتيري أو عم نعمل أي عمل روتيني ما بده تركيز بصير أفضل شي نعمله من شيء ما نخسر وقتنا هو نستمع لهالمقالات المهمة كتير الشيء المفيدة اللي بتفتح العقل عكتير من أجوبة وأسئلة بالعادي بتكون غايتنا ومنعرف عنها الأليل الأليل علماً إنه ممكن هي تأثر بقرارات حاسمة بحياتنا بشغلنا بتنمي شخصيتنا وبتعليمنا المقالات والبودكاست بكتير منهم مجانية ومنقدر إنه نطلع عليهم بدون أي كلفة على منصة مجرة وهارفورد بزنس ريفيو ولكن أيضاً في البعض مدفوع باشتراكات خفيفة خليها نقول ما بتأزيل اشتراكات اللي طارحينا للخراء اشتراكات ما بتأزيل اللي بيقدر يدفع اللي ما بيقدر في كتير مواد مؤمنة مجيناً اليوم نحن ننصح كل شاب وكل صبية وكل اختصاصة إنه يعملوا اشتراك بالنشرة البريدية لـ Harvard Business Review بالدخول على البودكاست لأنه هيدا رح يساهم مساهمة أكيدة بتطور إدراتهم أكبر رجال وسيدات العمال عم بيتيبعوا هارفورد بزنس ريفيو لذلك نحن كمان بدوا يكون شبابنا عم بتساهم بهالشي بشكركم نختم الحلقة اليوم ومنتمنى نشوفكم بحلقة جديدة من برنامجنا موسيقى